باب نواقض الوضوء أي مفسداته وهي ثمانية أحدها الخارج من سبيل وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو غائط ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم أو مقطرا في إحليله أو محتشا وابتل لدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا أو كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد والثالث زوال العقل أي تغطيته قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيره ويسيره ذكره في المبدع إجماعا وينقض أيضا النوم من مبتجع وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند والكثير من قائم وقاعد لحديث العين وكاء السهي فمن نام فليتوضى رواه أحمد وغيره والسهي حلقة الدبر والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا متصل ولو أشل أو قلفة أو من ميت لا الأنثيين ولا بائن أو محله أو مس قبل من امرأة وهو فرجها التي بين استكيها لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضى رواه مالك وشافعي وغيرهما وصححه أحمد والترمذي وفي لفظ من مس فرجه فليتوضى صححه أحمد ولينقض مس شفريها وهم حافة فرجها وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع لعموم حديث من أضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء رواه أحمد لكن لا ينقض مسه بالظفر وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة أو لا إذ أحدهما أصلي قطعا وينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة فإن لم يمسها لشهوة أو مس قبله لم ينقض أو أنثى قبله أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما أي في هذه والتي قبلها لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة فإن كان المس لغيرها أو مست ذكره لم ينقض وضوءها والخامس مسه أي الذكار امرأة بشهوة لأنها التي تدعو إلى الحدث والباء للمصاحبة والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة وسواء كان المس بيد أو غيرها ولو بزائد لزائد أو أشل أو تمسه بها أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق وينقض مس حلقة دبور لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها ولا المس بها ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة ولينقض وضوء ممسوس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مره لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه وهذا هو السادس والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومارق لحمها وسواء كان نيئا أو مطبوخا قال أحمد فيه حديثان صحيحات حديث البراء وحديث جابر بن سامرة والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحويهما أوجب وضوءا إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولوف الصلاة وأكل ما مست النار غير لحم الإبل ولا يسن الوضوء منهما ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث وإن كان محدثا فهو الآن متطهر لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر وإذا سمع اثنان صوتا أو شمى ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضع عليهما ولا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يصاففه في الصلاة وحده وإن كان أحدهما إماما أعادى صلاتهما ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه حتى جلده وحواشيه بيد وغيرها بلا حائل لحمله بعلاقة أو في كيس أو كم من غير مس ولا تصفحه بكمه أو عود ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخال من الكتابة ولا مس تفسير ونحوه ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس وسفر به لدار حرب وتوسده وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقه ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان وكره مد رجله إليه واستدباره وتخطيه وتحليته بذهب أو فضة وتحرم تحلية كتب العلم ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشك ولا يكفر من صلى محدثا ويحرم على المحدث أيضا الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام رواه الشافعي في مسنده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر